بسم الخامس والأخير ختم به المؤلف رحمه الله هذا الكتاب نعم ذكر في ما يتعلق بالإمام باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت نعم ذكر في وجوب الهجرة من بلد الكفر والبلد الإسلام باب الهجرة مفتوح لا يقلق إلى يوم القيامة وذكر في تعريف ابن القيم للطاغوت لأن المسلم قبل أن يؤمن بالله لابد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله بالطاغوت هانيوما بريكم إسلامه السنغ الله سبحانه وتعلا أقوم بكبان ذاقو هكا نبجوص بسنغه ممكن بكى الله سبحانه وتعلا الطاغوت من الطغيان من التجاوز يتجاوز بعض الناس الحد ويعبد الأحجار والأشجار كيف تعبد أحجار والأشجار؟ هانيوما الطاغوت نوكمون ياريينغ رجيرو كلين زروجيرو أكا باياكو يجري جتانغازا كديرانغ السنغ ممكن بكى الله سبحانه وتعلا يطيع العلماء والأمراء في معسة الله جعلهم طواغيت هانيوما الطاغوت نوكمون يجري جتانغازا كديرانغ سبحانه وتعلا الطاغوت كثيرون ورؤوسهم خمسة الطاغوت ننجيش كاني نميتكو يبانانغ نبينو بتان الأول إبليس نعوذ بالله منه وانبيرني إبليس الله مطورين الثاني من عبد الله هو رابد يعني رضي أن يعبد من دون الله هانيوما أكا بي نوزا سنغ وابجيشي ميه لو سجد إنسان لآخر رضي هذا بالسجود طاغوت هانيوما أمونجا أكا كوريرا سجد واندي أكيش ما كنفكو با موسينزي ينغويو أباري الطاغوتنغا فراون يشي ميه كواان وموسينغا من عبد وهو الثالث من دع الناس العبد نفسه مثل فراو وكينديك يا كابيري كومونه ياكوي همقر كواان وموسينغا كوم بارغا فراو فراو يهمقى همقر كوم بارغا يوكو بموسينغا نعم الرابع من اددعى شيئا من علم الغيب يدعي علم الغيب يقول غدا تقوم القيامة غدا يموت فراو غدا ينتصر الفريق الفراو هانيوما إجيش أكي أغطانو كنا كومي إجريمو الطاغوت كنجيش أكي قومو أبان ربينيش مريكي جهترمو نيجيش أكي كومونه ياكوي وكوويا فقاتي يهونزي بيزاابا كيانغو سنزي إببا مبييهي شه مبييزز مني مانا غوصا ومونا كويا فقاتي إجيو الكيبرونكي زاتي نعمو موسينغا ومونا كويا فقاتي كذب والله و كافر كفراً أكبر الخامس من اعتقد أن حكم الله لا يصلح هانيو مقاتا نومون ويزيه ممتما يوكو إما تجاكوي الله سبحانه وتعلي جيتا وجيه نحن نعم لكن إن اعتقد أن حكم الله هو الذي لا بد أن يحكم لكن قدم حكم من حكم الطاوغيد لحب الدنيا لغرض من غرض الدنيا هذا كفر دون كفر كفر أصغر لا يخرج من المل نعم الحمد لله أتمنى الشرح المختصر لهذا المثل نعم نقرأ هذا المثل نضبط ونحفظ الأدلة التي فيها نعم نعم أشياء المهمة تتعلق بالتوحيد تتعلق بالشرك نعم أسأل الله سبحانه وتعالى والأكم بالتوحيد آمين والله أعلم الله سبحانه وتعالى نعم نعم ايمانا محمد صلى الله عليه وسلم وكويا ساكر وحونا مهروني مجيش